هذه السيدة يجب أن نتوجه لها بالتحية لأنها كسرت حدود المألوف أكدت على أن المرأة تضاهي الرجال في المجال الرياضي كيف يعقل سيدة أن تقوم بتسلق الجبال السبع في ضرف سنة واحدة ضرف سنة واحدة نوفل لا يقبله العقل هذا الإنجاز يجب أن يخلد في سجلات الرياضة المغربية للأسف لو لا الالتفات اليوم لها هذه السيدة لما عرفها البعض اسم مريم الكثيري لا يتوجد بكثرة في وسائل الإعلام المغربية وللأسف لأنها نصبت نفسها خارج المغرب ومكنت نفسها من وضع اسمها في سجلات الرياضة خارج المغرب ربما هي عندها ذنب في هذا الموضوع يعني هناك من ابتعادها يعني سمحي لي كيف يدر غير الكوزينة وروتينو اليومي المغربة يهضروا على هذا الشيء مؤخرا ولكن لا بالصح هناك عنا نجمات من ورق يعني ما نكدوش على بعضياتنا هناك الشهرة المزيفة عنا في المغرب ربما تحمل هي المسؤولية حيث الكوتيتال كومينيكيشن مهم الإسم يعني في هذا المجال ونقطة أخرى يوسف قد نقول بأن تسلق الجبال كرياضة عنا في المغرب لا تزال لم تأخذ حقها يعني بقى ما أخذتش حقها كرياضة تكون شعبية وإلها وحد القاعدة الجماهيرية مع العلم أن المغاربة عندهم برامج دورية في تسلق الجبال جبال أطلس المغاربة كيمشور حالات استكشافية وكيمارسوا تسلق الجبال بمهنية عالية بدك المطريال اللي كيستخدموه قاع الناس المهنين والبرو في هذا المجال وكيتسلقوا الجبال يعني كين قاعدة ممارسة ولكن أعتقد أنها كرياضة بقيمة إعلامية وتسويقية بقى ما أخذتش حقها في المغارب أكيد نوفل ما أخذتش الحق ديالة خاصة إننا جينا نقلبوا على الأسماء اللي كتدير تسلق الجبال ومشات في مستوى عالمي عندنا ثلاثة هذه الأسماء في الرجال عندنا ناصر بن عبد الجالين وعندنا في النساء بوسرى بيبانو اللي كنت وجوه لها بتحية قبل سنة كنا معا هنا يفضل في هذا البلاطو هذا وكان مريم الكثير وكان شباب مغاربة كانوا أيضا في هذا البلاطو يتسلقوا ولكن يختارون قمة معينة أكيد ولكن مش مستوى عالمي كليمنجارو مايصون عدد من الجبال ولكن ما وصلوش القمة السبع القمة السبع الأسماء محصورة خاصة للإشارة فقط أنها السيدة مريم الكثير تسلقت جبل إيفيرس وجبل لوتسي في رحلة واحدة وهي من الناس القلائل في مستوى العالمي حرق لي الحلقة